الشركات اللي تضروا بسبب كورونا واضطروا يوقفوا بعض أو كل أجراء من الخدمة يمكن لهم يستافدوا من الدعم ديال صندوق جائحة كورونا بشرط تكون المقاولة كتستجب المعايير ديال المرسوم رقم جوج 20-331 اللي صدر عن مجلس الحكومة أولاً يكون النشاط ديال المقاولة متوقف بقرار إداري ثانياً رقم الأعمال ديالها نقص بـ 50% على الأقل في هذه الفترة ومايفوتش عدد الأجراء اللي صرحات من العمل ديالهم 500-1 ثالثاً يكون رقم الأعمال ديالها نقص بـ 50% على الأقل وعدد الأجراء اللي غتصرح مؤقتاً أكتر من 500 رابعاً يكون رقم الأعمال ديالها نقص بنسبة كتراوح ما بين 50 و 25% ولكن فهاتجوش حالة للخرين كي يتحال طلب ديالكم على لجنة خاصة اللي كتقرر واش تستفدو للا هاد الحالات كلهم معنيين بتصريح بالأجراء اللي تم تصريح ديالهم مؤقتاً وده بغادي نشرح لكم الطريقة الجديدة باش تصرحوا من اللي تدخلوا للمنصة غت تعطيكم لائحة فيها جميع الأجراء اللي صرحتوا بهم في شهر فبراير 2020 غتختاروا منهم جميع الأجراء المتوقفين مؤقتاً على العمل وهنا كتختاروا شحال المدة ديالتوقف ديالهم عن العمل ومن بعد كتكليكيو على أفشي لليس ديسالة غيه سيليكسيوني باش تأكدوا من الأجراء اللي اختريني ومن بعد كتخرج لكم هات الصفحة باش تأكد المعلومات اللي دخلتين وتقدرو ترجعو تبدلو فيهم شي حاجة من هنا وفي الخر كتضغطوا على ديكلاغاسيون سيولونير كتصرحوا بشرف باللي التوقف الكلي أو الجزئي لأنسوطة المقاولة كان بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 وكتدير فاليدي ومن بعد كيطلع هاد المساج باش تكون في رمية صريح ديالك ودابا غادي نوريكم كيفاش تصرحوا دخلوا كوفيد 19.cns.ma استعملوا اسم المستخدم وكلمة سر ليلبوابة ضمانكم أو بوابة كوفيد 19.cns.ma وكليكيو على نوفل دمون اختاروا النشاط اللي اخدامين فيه من هاد اللائحة اللي كتقترح عليكم المنصة إلا كنتم توقفين قرار إداري غا تعطيكم المنصة لائحة فيها جميع الأجراء اللي صرحتوا بهم في شهر فبراير 2020 وتبعوا الإجراءات اللي شرحنا في الأول أما إلا ما كانش النشاط ديالكم في اللائحة اختاروا أخرى أخرى وكتبوا شنا هو كتعطيكم المنصة هاد الطابلو ديال الاختيارات باش تختاروا الحالة ديالكم وكتبوا شحال نسبة باش تراجعوا رقم المعاملات وتضغطوا على سويفون وتبعوا الإجراءات كيف ما شرحنا في اللون ولكن إلا كان رقم الأعمال ديالكم نقص بنسبة كتراوح ما بين 50 و 25% أو كان رقم الأعمال متراجع بأقل من 50% وصرحتوا بأكثر من 500 مستخدم في هاد الحالات بجوج كيتحال طلب الإلكتروني ديالكم على لجنة خاصة حدد هالمرسوم الصادر عن مجلس الحكومة لهذا الغرض اللي غتدرسوا وغتتقرر واش تستفد المقاوالة وغادي توصلوا بإيميل كيعلمكم واش تقبل طلب ديالكم وتقدرو تتبعوه في المنصة وإلا عندكم شي تساؤل تصلوا على واحد من هاد الأرقام 08-0-00-7200 ولا 08-0-03-3333